بعد أن كانت توقعات بجمع ما يقارب ثلاث ملايين جلد أضحية على مستوى الوطني تحاول الشركة القابضة لصناعة النسيز والجلود جيتكس ضمان الكمية بفرز أكبر عدد ممكن من الجلود التي قلى عددها هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية بسبب ارتفاع أسعار الأضاحي الجلود رجينا من حوالي ممكن نقدر نقول لك 15 ولاية يعني نستقبلها ونقوم بتمليحها وتصنيفها يعني الجيدة السنة الماضية كانت أحسن ونحن حد الآن بدنا من الأول يوم حتى الثالث يوم من عيد الأضحى يعني نقوم دائما باستقبل هذه الجلود وتستمر هذه العملية إلى إن شاء الله ممكن أسبوع أو أكثر رغم قلة الكمية تواصل جيتكس استغلال هذه المناسبة بمعالجة أكبر كمية لتوفير هذه المادة الاستراتيجية للسوق المحلية والتي تدخل في عدد الصناعات الوطنية نحن في إطار تثمين هذه الجلود الأضحى هذه نقوم هنا بعملية استقبال وفرز هذه الجلود يعني من أجل تثمينها اقتصاديا وكذلك من أجل نحضر المحيط والبيئة التي نعيش فيها بعد إعادة تفعيل المصانع الوطنية المختصة في تحويل الجلود وجب على السلوطات إيجاد حلول جذرية تساهم في تعزيز خلق الثروة الحيوانية من خلال دعم الموالين والفلاحين اشتركوا في القناة